لسه بنكمل معاكم حلقتنا في نهارك سعيد والنهاردة اليوم الخميس يوم السادس في المظاهرات وفي الثورة المكملة في ميدان مصر كلها ميدان التحرير كلنا اكيد متابعين بالاشتعال اللي فيه خلونا نعرف تفاصيل اكتر من جوه الميدان ونحاول نفهم رؤية كده لما يحدث ونشوف توقعاتنا الفترة اللي جاي تحديدا وفيه حشد كبير بيحصل لمليونية جديدة يوم الجمعة اللي جاي بيشرفنا يكون معانا دكتور سالي تومة وهي عضو اتلاف شباب السورة وعضو في الحزب المصر الديموقراطي الاجتماعي نهارك سعيد يا دكتور نهارنا واستاذ محمد علي خير الكاتب الصحفي من نهارنا استاذ محمد هبتدي بدكتور سالي ودكتور سالي انت لسه جاي ميدان؟ اوه حيلا تمحكينا الوضع عامل ازاي دلوقتي؟ دلوقتي الصبح اهدى وبيبقى الصبح عمتان اهدى بس تقريبا لغاية ساعة سبعة كان فيه كر وفر عند كل المداخل بيتقال كل شوية ان فيه مثلا بلطجية داخلين من طلعة حرب او داخلين من منطقة تانية فبيضطر الناس اللي موجودة في التحرير انها تروح تأمن المداخل دي فالاشتباكات مستمرة طبعا عند محمد محمود واللي بيتقال برضو للأسف شديد في الاعلام خاطئ يعني هو بيتقال ان المتظاهرين جوية التحرير بيحاولوا ان هم يخشوا وزارة الداخلية وعلشان كده الامن المركزي بيرد بالكمية المهولة دي من الغاز والخنابل والخراطيش وكمان فيه رصاص حية موجود لكن الحقيقة ان اللي عاوز يخش الداخلية مش محتاج يخش من محمد محمود فيه شارع الشيخ رحان هو اسهل كتير واقصر للدخول الداخلية لكن محمد محمود بتبطري تمشي لاخره بعدين يمين علشان نخش فما هوش حقيقي ولكن طبعا احنا متعودين للأسف من الاعلام المصري انه يبقى في حب التحريض على الناس اللي متوجده في الميدان المتوجد في الميدان ثوار انا ارتحت لما انت قلتي المصريين بيكملوا ثورتهم من جوه الميدان دي مش ثورة تانية يعني ما هياش حاجة تانية او مختلفة عن اللي حصل في يناير ولكن هو استكمال بسبب فشل في ادارة المرحلة الانتقالية اللي كنا المفروض نشوف فيها مصر بتنتقل وبتتحول ديمقراطيا وبسبب كل الانتهاكات والقامع اللي كان حاصل للأسف الشديد على يد العسكر فيه كلام كمان قبل ما انتقل دكتور محمد انه النهاردة يوم 17 فبراير يعني احنا ولا اكننا رجعنا ولا اكننا روحنا بيوتنا احنا مشينا بعد التنحي 11 فبراير الجمعة لأن النهاردة 17 فبراير اللي احنا مكملين ولا كأن حصل اي حاجة استاذ محمد انت شايف اللي بيحصل ازاي يعني ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان احنا بعد عشر شهور من عمر المرحلة الانتقالية الحال كما هو اللي لم يكن ازدياز في السوق الثورة لما بتقوم بيبقى المواطن بيبحث فيه عن تحسين احواله اجتماعية اقتصادية سياسية وده حقه بدليل انه هو عمل الثورة لكن لا يمكن انه رغم مرور عشرة اشهر لم يحدث لم يشعر المواطن بأي تحسن في اي درجة من تلك الدرجات بل ازدادت الامور سوءا بالفراغ الامني او الانفلات الامن المقصود يعني لان احنا لو كنا استطعنا كمجلس عسكري او كحكومة ان تنجز حتى في ملف واحد الا وهو ملف الامن عبر اعادة هيكلة جهاز الامن وزارة الداخلية في خلال عشرة اشهر اعتقد ده كان ممكن حتى يعني يتيح فرصة افضل للشرع المصري يتيح فرصة ان المواطن يشعر بالامن استثمار يعود لك لكن لانه انفلات امن مقصود بدليل ان احنا المجلس عسكري ولا الحكومة لم يتخذوا فيه اي خطوة في تأدير الشخصي انه لو كان جرى عملية اعادة هيكلة لوزارة الداخلية في العشرة شهور هيكلة صحيحة على اسس علمية سليمة يشارك فيها قوة مجتمعية متعددة اعتقد ما كناش شفنا ما جرى في ميدان التحرير فانت عندك فشل في ادارة المرحلة السياسية من المجلس العسكري وفشل ايضا من الزراع التنفيذ للمجلس العسكري الا وهو الحكومة فلت في نياب تنتال ده بس برضو الامانة تقتضي عدم تحميل المجلس العسكري المسئولية بنسبة ماء في الماء هو يتحمل الجانب الاكبر منها لانه هو السلطة التي تدير البلاد بس علينا ان نوجه ايضا اصاب الاتهاب مباشرة لعدد منه القوة على رأسها الاحزاب السياسية التي لم تقدم اي مشروع على الاطلاق والتي بحثت عن مصالح ضيقة آنية الجزء الثاني عليها ان يوجه الى النخبة المصرية المثقفة التي كان عليها ان تقدم مشروع بناء مصر الحديثة او مصر بعد الثورة وهذا هو الدور الاصيل لاي نخبة مثقفة في اي مجتمع هذه النخبة انقسمت على نفسها بحثت ايضا عن مصالح ضيقة الجزء الثالث الاعلام بمختلف انواعه غالبيته لانه ايضا ابتدى يفتح او طوال العشرة اشهر ركز على ما هو ماضي عن علاقات بعض رجال النظام السابق بسيدات الى اخير ولكنه لم يبحث فعلا عما هو يجب ان تكون عليه مصر المستقبلية النتيجة الفشل لكل هذه القوة الكل نزل ميدان التحرير لاستكمال الصور طبعا انا هسألك في تفاصيل بس عايزة اروح لدكتور سالي ومعني انا معايا احد بلتجية ميدان التحرير حضر متمثلة في دكتور سالي اللي موجودة معنا في ميدان التحرير بلتجية نفسينا بكونا بلتجية بلتجية حضرتك فانا هسأيزك تساعدين في تصليح بعض الكلام اللي احنا بنسمعه انو ميدان التحرير كل اللي فيه بلتجية سؤال الاول لا يعني بتايعلي برضو احنا كنا بنقول قبل كده اللي حاسس بكده ينزل ميدان التحرير ويشوف الناس اللي موجودة في ميدان التحرير لو لقيتوا بلتجي روح البيت وقول بلتجي لو ما لقيتوش بلتجي يقعد الميدان التحرير فيه كمية هائلة من الأسر بأطفالهم برضو زي بالضبط اللي كان بيحصل في يناير فيها سيدات كتير جدا وقفين احنا يعني معي قناع تقريبا أمن صناعي قناع حقيقي بقى قناع شديد يعني ده بخش بيه محمد محمود علشان ابقى بس مسكة البخاخة اللي فيها الدواء الحمودة علشان بس نسهل على الناس اللي بتتعامي وهي داخلة ومش حاسة حاجة واللي بتقع من طولها ستات كتير قوي موجودين جوا محمد محمود بالشكل ده مش صحيح وبعدين كلمة بلتجي يعني ايه كلمة بلتجي لو احنا بقى هنتكلم على طبقية يبقى دي مشكلة شعب المصري يعني أكتر من 80 مليون فيه الفقير وفيه الغني وفيه الطبقة المتوسطة مش معنى اننا عندي فقرة في الميدان تحرير يبقى دول كلهم بلتجية غير حقيقي الثورة دي قامت علشان العدالة الاجتماعية او الحاجة والكرامة الانسانية عدالة اجتماعية معناها ان فيه ناس محتاجة تاخد حقوقها وهم من البسطاء المهمشين يعني بسبب النظام السابق طبعا واللي بيزاد تهمشهم غير كده الكرامة الانسانية هما الناس اللي بجد تعبت من النظام اتعذبت اتبادلت اتسجنت وده بيحصل أصلا امتحن مهنة البلتجة كمهنة ده علشان كان ازرع للداخلية السابقة طبعا البلتجة بس مش دول الموجودين بس البلتجة كمهنة موجودة من أيام العثمانيين يعني بس هي كمهنة موجودة وموجودة وكان بيستخدمها الحزب الوطني وبتستخدمها الداخلية بس ترعرعت فعادة اه بالضبط كده وكان لي حتى يعني كان لي المرتب بيختلف حسب انت بلتجي بق بس ولا بلتجي يعني مد إيد وضرب وحاجات كده اه ده طلعت قبل الثورة كمان سيدة وفيه مناطق بتطلع البلتجية دول والمناطق دي معروفة كانت بتطلع علينا من كل مظاهرة مثلا زي مظاهرات ماس بيرو أو أي حاجة من دي كان يعني بييجي ناس بلتجية موجودين وبيحصل الاشتباكات وكذا بس فيه بلتجية بتتحول كمان يعني هو ده المهم فيه ناس بتبقى نزلة تضرابك أو تشتبك معاك وبعدين لما بتفهم صح بالعكس بتتحول وبتعود يعني مدان التحرير موجود علشان هو رمز الحرية هو ومواجه مدان التحرير بس دي ميادين كتير في مصر اسماعيلية واسكندرية وسويس ودلوقتي في الصعيد وميوت والمينيا اه يعني بالزبط احنا بنكمل ثورتنا انا كنت حابة والحاجة كنا بنتكلم على الانفلات الامني بس الوحيدين اللي استفادوا يمكن من التعديل العدالة الاجتماعية او الاجور في مصر بعد الثورة هي الدخلية هم الشرطة هم الوحيدين اللي زادت اجورهم بالفعل وهم الوحيدين اللي متوطئين ومش بينزلوا يعني هو ده الغريب جدا يعني اكتر واحد استفاد هو الشرطة لكن هم فين لما نتكلم الانفلات الامني مش الثورة اللي جابت الانفلات الامن مش الثوار ما احنا بنحاكم الثوار عسكريا وسايبين البلطجي بقى الحقيقين اللي بنتكلم عليهم اللي اسميهم معروفة بعناوينهم متسابين لان احنا بنستغلهم يعني بنستخدمهم كالذراع بجد لبقى الدخلية او للنظام عموما اسمحيلي اضيف برضو على اللي بتقوله سالي ان برضو فكرة وصف الموجودين في ميدان التحريب بالبلطجة هو نفس الكلام والاوصاف اللي كانت بتتردد اثناء ثورة يناير يعني اللي هو الوصف يعني عارفة فكرة يعني الناس لا تتعلم مش ابتكار انا بولا يكون تنبسة لو في ابتكار يعني وصف مثلا ان دول بلاش بلطج ولا بلاش صور دول ناس عمدهم مطالب في اوية مطالب احتجاري مولاي ما تدلهمش افكار محرومهم مش مبتكرين كفاية اخترع لكن فكرة الوصف ده يعني انا تأديري الشخصي او يقيني ايضا ان اللي موجود في ميدان التحرير هم من انبل ما انجبته بطن مصر لانهم فعلا عاوزين استعادة الصورة مرة اخرى التي ضعت منهم الكل رحلة يوم 11 فبراير من الميدان ظنن بان السلطة التي تولت البلاد الوية المجلس العسكري سوف تستكمل بقية اهداف او مطالب الصورة لكن هذا لم يحدث يعني على المجلس العسكري انا يسأل نفسه اولا لماذا نزل هؤلاء لان انت لم تؤدي المهام التي كان يجب ان تقوم بها لان انت وظيفتك ان انت كنت وكيلا عن الصوار وكيلا عن ميدان التحرير وكيلا عن الشعب المصري لكنك لا يستأل الذي كنت بالصورة انت لا يمكن ان تتخذ القرارة ممفردا من عندياتك دون العودة الى الشعب يعني اهو الشعب النزل اهو ميدان التحرير مرة اخرى محاولة مرة اخرى لاسترداد صورات الرهان على ان الشعب المصري سينقسم حول الموجودين في ميدان التحرير تقديري انه سيكون رهان خاسر لان الاعداد بتتزاد في ميدان التحرير كل من يرى ان الموجودين في ميدان التحرير بلطغية فليزا في الميدان يعني يعني انا اطالب كل مشاهد انه بدل ما ينتظر اجابة او اجابة سالي لا طب يروح الميدان ويشوف الناس مختلف اطياف المصريين فعلا في ميدان التحرير هزاود بس على كانتك استاذ محمد انه ينزل بافق مفتوح يعني ينزل يشوف ويسأل يعني انا مبارح كنت لسه بحكي لكم انه كان فيه ستتين كبار جدا في سن جايين مسندين بعض وطبعا مش خايفين من الضرب ومش مهتمين بالاشعاد وقفين بيروه انتوا هنا ليه يا بنتي وقفين بيسألوني ويمشوا خطوتين ويسألوا حد تاني ويشوف ولد ويسألوه هما نازلين يتقصوا الحقائق بنفسهم لان هما كمان فقدوا المصدقية في كل وسائل الإعلام الميدان هو المكان الوحيد في مصر الان الذي يجمع المصريين على قلب الرجل الواحد دون انطري فارق بين هذا وزاك دون اي لفتة تفرق ده جزء من شعار الميدان يعني مش هتلاقى واحد يقولك انا سلفي انا اقواني انا شيوعي انا كذا دي متعلقة في الميدان ان الممنوع يعني ان دي قوانين الميدان اكتر من مكان ان محدش وده خلينا سألك يا سلي على الوعي اللي بيزيد في الميدان يعني لو بنقارن ميدان التحريق دلوقتي بالمقارنة قبل كده او بمليونيات قبل كده او بـ 18 يوم الاولى في حالة وعي شديدة يعني رفض اي لفتة لأي حزب او رفض اي اسم من الاسامي اللي كانت وكلة دماغنا بان هو ده الحزب اللي احنا محتاجينه او ده الطيارة والالتجار اللي احنا محتاجينه ده ما بقاش حصل يعني بعتقد انه نسبة الوعي حتى على مستوى واحنا احنا في حالة تعلم ونعيشها ومستمتعين بيها في حالة الوعي انت شايفة انها فعلا بتزيد داخل الميدان وعي الصوار نفسهم والمتظاهرين هي زادت عموما في مصر في مصر كلها طبعا هي زادت عموما في مصر ان كلنا بعينا بنتكلم سياسة وكلنا بعينا بنسأل الدستور معنا ايه وكده صح ولا غلط وكل واحد بيقعد ويفكر في حلول فده طبيعي حاصل في مصر كلها اما بالنسبة للميدان بتهيقلي يعني رفض اي شعارات تفرق ده مهم جدا لان وقت 25 يناير لغاية 11 فبراير ما كانش فيه الشعارات الحزبية دي لان ما كانش فيه لسه الاحزاب الجديدة يعني كان فيه بس الحركات الثورية او يعني بس يعني تقريبا لكن بعد كده طبعا احنا شفنا مليونيات كتير قوي كانوا بتنزل فيها الاحزاب تعمل دعاية ما عرض ما كانش اه فكانت موجودة على منصات كانت موجودة على حاجات وكل واحد كان مثلا بيروج لفكرة مختلفة عن الحزب الاخر فده كان بيفرق مش بيجمع غير ان احنا شفنا الناس بتتصارع علشان الانتخابات وبتيقلي بالنسبة لناس الموجودة في مدان التحرير حتى لو هما مش ضد الانتخابات لان ده جزء وسيلة من التحول الديمقراطي هما لسه شايفين ان احنا بنتصارع على التورتة والتورتة نفسها يعني مش معمولة مزبوط اه احنا مزبطناش مفيش اي حرية على فكرة مصر قدرت انها تحقق بعد 25 ينار غير حرية تشكيل الاحزاب مفيش اي حاجة تانية اتعملت كل القوانين طلعت مخالفة لكل اللي احنا كنا نتمناه هي الغاية توقيت الصيفي اه هو ده يعني الغاية توقيت الصيفي كان اهم الانجازات بس غير كده مفيش غير حرية تشكيل الاحزاب فعلا محققناش حاجة تاني فعشان كده ممكن عن طريق الاحزاب الناس حب انها تلعب انتخابات وتحس بحريتها شوية لكن هم برضو عندهم الوعي دلوقتي يشوفوا ان احنا بنتساقف طريق تاني الفصيل السياسي الوحيد الغايب عن مدان التحرير هو بيستموت علشان الانتخابات دي تكمل تكمل بأي طريقة احنا محناش ضدها لكن ازاي نكمل بدم يعني هو ده حاجة مهمة جدا لما الدم بيكون موجود خلاص ساقف المطالب بيعلى الناس بتبقى موجودة لان فيه طار خلاص موجود في المدان وده احساس انساني وكمان حتى ممنوع يتعمل اي منصة يعني حتى فيش ستيج يعني حتى في اول 18 يوم كان فيه احتاج للهتفات فكانت الناس بدأت تبني منصات شوية وبدأت فيه سماعات شوية جاءت حتى ده ما فيش منصة بس فيه حلقات حوار لما نتكلم على الوعي هي بقى نفس الطريقة الناس تبقى طالعة حتى من محمد محمود مضروب بعد كده ومش شايفوا دهما لكن بيكلموا بيكلموا على بيان المجلس العسكري بيكلموا على ماذا بعد الحلقات ايه موجودة في كل حتة طب احنا عاوزين مجلس رئاسي مدني ولا عاوزين حكومة انقاذ وطني ولا عاوزين ايه بالزبط فده حاصل في المدان وده ده جميل بصراحة